أكبر مشكلة تواجه الإنسان أن يكون بعيداً عن الله غافلاً عن سر وجوده، عن غاية وجوده غافلاً عن المهمة التي أنيطت به عن الرسالة التي ينبغي أن يحملها أن يكون غافلاً عن الدهر الآخرة أن يكون غافلاً عن أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض وأن هذه الدنيا جئ به إليها كي يدفع سمن الجنة فغفل عن الجنة وانغمس في ملذاتها وعندما جاءه ملك الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت قال كلا ازايكم يا حلوين عاملين ايه فيديو جديد وبديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن تخطيط السنة الجديدة وحشتوني قوي وعارفة أن الفيديو تأخر جداً ونزل متأخر المفروض كان ينزل قبل كده بس أنا والله أنا مصورة من بدري لكن كان في مشكلة أن أنا الموبايل بتاعي مفوش مزاحة مزاحة كل حاجة في الجهاز وهو ورده مفوش مزاحة المهم يعني كان في مشكلة وعقبال محلتها الموضوع اخد وقت يعني فبس طيب هنبدأ أول حاجة عشان نخطط للسنة الجديدة ان احنا نرجع السنة اللي فاتت أنا اخترت ان انا راجع السنة اللي فاتت في أجندة جولدن مارك عشان خاطر هي فيها مساحة يعني نكتب الحاجات اللي أنجزناها أو ما أنجزناهاش وازاي نحسن ده يعني ايه مسلا حاجات ما أنجزتهاش او حاجات كتوحشة وجنبها ازاي حسنها وبدأ تكتب كل حاجة في كل الجوانب بتاعت حياتي اه لو ما اشترتوش مسلا اجندة جولدن مارك عو كده ممكن تعملوا نفس الفكرة دي في ورق او نوتبوك عادية او اي حاجة بس الفكرة ان انتو تبدأ وتراجعوا السنة اللي فاتت وتشوفوا أنجزتوا ايه وما أنجزتوش ايه والكلام ده كل الخطوة اللي بعد كده ان انتو هتجيبوا وراء وقالها وتبدأ وتكتبوا الأهداف بتاعتكم للسنة الجديدة عايزين تغيروا من نفسكم في ايه الجوانب اللي انتو مؤثرين في ايها ايه العادات السلبية اللي انتو بتعملوها عايزين تحسنوها وهكذا بدأوا اكتبوا الأهداف والعادات الحلوة اللي انتو عايزين تكتسبوها والعادات الوحشة اللي انتو عايزين تتخلصوا منها الموضوع مش بيبقى سهل لو بياخد وقت كبير جدا عودوا كده على رواقه وعودوا فكروا كتير قوي شوفوا ايه مؤثرين في ايه وعاوزين تعملوا ايه والكلام ده كله يعني انا هنا انا ما كنتش بكتب على طول من مخي لأنا كنت كتبه الكلام ده في ورع جنبي وبنقل منها بعد كده في الأجندة نفسها بس فعودوا كده على رواقه وشوفوا عاوزين تعملوا ايه في السنة الجديدة ان شاء الله ان شاء الله نبقى نعمل فيديو ونتكلم فيه عن الأهداف وازاي نحط الأهداف بتاعتنا وازاي نطور نفسنا والتفاصيل دي كلها بإذن الله طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هستخدم كل أجندات من أجندات 20-23 بإذن الله وازاي هخطط للسنة الجديدة جوه الأجندات هنبدأ أول حاجة بأجندة جولدن مارك تعالوا نشوفها وهقولكم هستعملها في ايه استخدامي الأجندة جولدن مارك أنا خلتها لحاجة اسمها الكرآن جورنال نبزة كده سريعة عن الكرآن جورنال هو أن احنا بنجيب آيات ونجيب التفسير بتاعها ونبدأ نكتب عنها ونكتب استشعارنا من الآية دي ايه وإيه الفايدة أو العمل اللي احنا نعمله من الآية دي وهكذا ده هيخلي فيه طمقنينة شوية وكده يعني فحبة قوي أن أنا أعمل الحوار ده إن شاء الله على مدار 20-23 كلها فأجندة جولدن مارك حاستها أنها أنزب حاجة للحوار ده لأن هي مهتمة جدا بالجانب الديني فهتسعادني أن أنا أصلا ألتزم وأعمل الحوار ده طيب أريكم ما عملت فيها ايه مبدئيا كده الغلاف هنا أنا لزقت عليه الكلمة بتاعت كرآن جورنال باللستيكي نوت دي والوشي تايب الشفاف وحطيت بعد العتمة نور يعني نور الكرآن وكده وحطيت استيكر الثانية وعلقت دي برضو أنا اللي عملاها بقى شكلها جميل كده ومبهجة طيب استخدامي بقى من جوه هعمل ايه حددت كده أول الشهر بمجبك عشان يبقى سهل أوصل للشهر اللي أنا فيه ده شهر يناير اهو وحددت أول اسبوع في الشهر ببوك مارك كده أنا بقى هعمل ايه الورد اليومي بتاعي أنا كل يوم حددها مسلا أنا أقرص صفحتين فهقرص صفحتين دول وأي آية استوقفتني حاستت فيها حاجة كده هقوم كتبها في اليوم يعني مسلا يوم السبت أو اليوم في السنة قوم كتبها واكتب التفسير بتاعها واكتب استشعري عنها في اليوم حسلا المساحة دي هتكون مناسبة بجانب إن أنا هستعمل نوت بوك تانية للقرآن جورنال برضو بس دي هتكون لآيات عموماين إن هو أفتح المصحف عشوائي والآية اللي كده يعيني تقع عليها هي اللي هكتب عنها لكن دي هتكون آية استوقفتني في الورد بتاعي فهعمل كده في المساحة الإسبوعية اللي فيها دو حابة أن أنا أعمل ممكن فكرة اللي هو أسماء الله الحسنة مرضو أشوف التفسير بتاع مثلا أختار اسم واشوف التفسير بتاع وابدأ أكتب عنه وهكذا فأنا فكرت إن أنا مثلا هنا فيه جيب من وراء هطبع وراءة تكون فيها كل أسماء الله الحسنة وحطها هنا في الجيب حس تساعدني يعني في الموضوع ده بس كده ده استخدامي لأجندة جولد مارك طبعا بإذن الله لما يعني أجرب أكتر في الموضوع وكده هبقى شارككم تجربتي وقال لكم الحوار هالفرق معي ولا لأ هست بإيه والكلام ده كله بإذن الله بعد كده النوت بوك دي بتاعت سيتزو بريند هي نوت بوك عادية خالص أنا لزقت عليها برضو ستيكرز وعشرين ثلاثة وعشرين وكده وعلقت دي فيها يعني حبيت أحط الطبع بتاعي في الحاجة يعني وحطت كده هنا مجبكين النوت بوك دي أخليها للتدوين اليومي زي ما انت عارفين كل يوم بحب قبل ما أنام أكتب الأحداث بتاعت اليوم زكت حلوة وحشة حصلت ذكرى مثلا وكذا فأي ذكريات حلوة أو أحداث بحبك تبعها ودونها فدي أخليها كده لتدوين الأحداث على مدار السنة في فكرة كده عملتها من هدى هاني هتحط لكم سورة القناة بصراحة أفكارها ما شاء الله جميل قوي يعني هي بتعمل إيه يعني مثلا كتبت يوم واحد يناير أحداث اليوم كان اليوم ده حل فهقوم جايبة الفواصل اللهم زي كده هقوم حط الفواصل اللبني أنا عاملة اللون اللبني بيعبر عن أن اليوم ده حل فقوم حطه هنا مسلا اليوم تاني مسلا في النص كده في حاجة جدية حصلتها وحط الفواصل البرتقاني يوم تاني حاجة تعلمتها وحط الفواصل الفوشيا وهكذا يبقى هنا في الجنب عندي أدقيى في أيام سعيدة أدقي أيام فيها حاجات جديدة ادقي في أيام مثلا فيه حاجات تعلمتها وهكذا حبيت قوي الفكرة وبصراحة ما شهدتها معي ك相信 حبيت أن أنفذها على طول يعني آخر حاجة الأجندة بتاعة سبيئس بوكت إما بعدها أدقييان انا خليت الأجندة دي للتخطيط انا بالنسبة لي لكي اكتب التودوليست او المهم بحب ان المساحة تكون يومية يعني اليوم يكون في صفحة كذا وليس برتاح في المساحة الاسبوعية لان انا بحب اقسم الاهداف بتاعتي على مثلا الجانب الديني يعني بقسم اليوم كذا جانب فالنساحة اليومية بتاعت اجنتس بيس دي ومنسبة لي كانت كويسة كدا بس الاسف يعني اجنتس بيس فيها عيب ان هي ما بتهتممش بالتخطيط هي اجندة تستخدم معتقد للتدوين اكتر يعني ما فيهش اي محتوى للتخطيط فلو حد بدء جديد مثلا وعايز يخطط لحياته وكده بداش يشتري زي بيس انا ارشتح جولدن مارك يعني مش بقول كده عشان فاطر اعلان او حاجة بس اللي انا عايز اقوله ما فيهش محتوى للتخطيط هييفتكم قوي عجندة جولدن مارك طبعا انا عملت ريفيو عنها بالتفصيل هتلاقوا مليانة بجد محتوى للتخطيط بس فالفكرة ان هي زي ما قلت داعبها يعني بس انا عالجت الموضوع ده واضفت صفحات انا عاوزاها ولغيت صفحات هم محطينها ملهاش لازمة وهكذا هقولكم عملت ده ازاي طيب اول ما نفتح كده الاجندة اول حاجة هنلقى الفارس ده الفارس ده بتاع قونات سنقوة تنظيم هي المصممة يعني فيه حاجات تانية برضو استخدمتها منها طبعتها وخدت الصفحات اللي انا محتاجاها وحطتها الفارس اول حاجة اه كتبت رقمت الصفحات كلها اللي من قدام اللي هي قبل الشهر اه وبعدين كتبت كل صفحة تحتوي على ايه والصفحات المهمة علمت عليها بالهايلايتر الاخضر كده عشان الصفحات دي اللي هو اتنين وسبعة وتسعة وكذا انا محتاجا رجع لهم بشكل دوري يعني انا كل شهر محتاجا ارجع للحاجات دي اللقصات هم نقطة بنك دي حاجات انا محتاجا رجع لها بشكل يومي تراكر المفروض الاسكار بس انا ضدت وكتبتها الصلة والرياضة كده دول اول صفحتين اللي هو صفحة الاهداف وانجازات الاهداف الصفحة دي كانت معمولة بطريقة المربعات زي كده وحتى هنا بردو اه ومتقسمة على الجوانب هم حطانها على حسب مزاجهم بمعنى صح انا بالنسبة لي الجوانب اللي هم كانوا حطانها مش ضرورية انا عندي جانبين بس اللي عايز اشتغل عليهم السنة دي في حياتي يعني فجبت ورقة ملونة وسطين بالوشي تيب كده كده زي ما انتم شايفين كتبتها اهداف الجانب الاول هنا اللي هو الديني واهداف الجانب التاني هنا اللي هو بقى التطويري والحاجات اللي هي علاقة بي يعني او كده بس الموضوع كان ابسط هنا بقى الانجازات يعني مسلا كل ما انجز حاجة في الجانب الديني الي هنا ام كاتبة هنا ايه اللي انجزته مسلا اه وبعد كده هنا برضو كل مانجز حاجة في الحاجات اللي انا عايزة اطورها في نفسي او كده ام كدب هنا الانجاز حس طول السنة بقى بتابع انجازاتي واهدافي وكده يعني. فقى الصفحة اللي بعدها او الصفحتين اللي بعدها. الصفحة دي كانت الاجندة المفروض انا لزقتها برضو فوقها دي صفحة قنواتها والتنظيم كانت لالاغاني اللي احنا عاوزين نسمعها. انا بصراحة الحمد لله مبطلة ان انا اسمع اغاني او اه فقمت لازقة اللي هي ثلاثة اليوتيوب اللي انا عاوزة اسماعها وكتبت اسم القنوات والسلسلة اللي عايزة اسماعها وعدد الفيديوهات صراحة اجابتني اوي اوي تقسيمة بتاعت قناتها او تنظيم بعد كده الصفحة دي انا مش فكرة هيكت ايه استمر كده انا افتكر اه او اعياد الميلاد هنكتب هنا موعيد اعياد الميلاد وانا برضو بش بهتمة بالحوار ده فلزقت عليها ورقة ملونة وخليتها صفحة هكتب فيها الحاجات اللي بحبها او بتخليني وسوطة حس الواحد يبعرف نفسه اكتر باعرف ازاي يبسط نفسه ويبعرف هو بيحب ايه وكده بعد كده الصفحتين دول الافلام اللي عاوزين نسمعهم والسفر بقى والكلام ده برضو انا مش مهتمة بيهم حاجة مش مفيدة يعني او مش بحبي يعني لو انا هسمع فيلم مش اللي هو مش لازم اكتبه في الاجندة ان انا هسمع الفيلم ده عادي يعني مش حوار اه فبالنسبالي مش مهمين فقررت ان انا خليهم لذكريات 22 زكريات السنة اللي عدت هطبع صور لكل الذكريات الحلوة اللي حصلت في السنة وهقوم لزقهم كده هنا هيبقى شكلها تحفة وكل ما عاوز ارجع للسنة اللي فاتت هتبقى عندي كده صفحة يعني بعد كده الريدنجز بتاها زي ما هي هكتب عادي الكتب اللي عاوز اقراها وهنا السلف لاف برضو حباها بصراح وحبا ان انا انفز لحاجات اللي فيها فاسبتها دي تراكر زي الشهور كلها كده برضو سبتها يعني ناخد بالنا ان انا هنا محددة تابس كده للصفحات المهمة انا حطى تابس للصفحتين اللي هم بصوه الصفحتين اللي محتاجة رجعلوهم بشكل يومي الرياضة وتراكر السلة عشان هيوصل لهم بسهولة تراكر الاسكار اقصى وهو كده دي صفحة الرياضة اه انا هنا برضو بنوية انا لسه مطبعتش للأسف يعني بس ان شاء الله هطبع اه التمارين معينة اللي انا عايز اعملها وهلزها فوق دي ان انا مش مهتمة برضو بالتمارين اللي هم حطناه لنا اه بعد كده الصفحة اللي بعدها دي تراكر المفروض كانت مود تراكر انا خليتها تراكر للأسكار على مدار السنة انا مش بيفرق برضو معي حوار ان انا تابع مودي قوي اه ففيها شهور كده كلها وادي الايام كلها قدامي كده اوفر بيلول السنة كلها لمتابعة الاسكار اه لون الاصفر هو المفروض هابي بقى والمود وكده بس انا خليتو ان انا ما عارتش الاسكار ولو اعملت باللون الازرق يبقى قريت يعني مثلا يوم واحد يناير قريت هلون ازرق ما عارتش يوم اثنين هلون اصفر وهكذا همشيتول السنة باذن الله بعد كده الصفحة دي اه اي ام از الصفحة دي انا مش مش هالف استخدمها بصراحة فها حطيت فوقها اه صفحة كده صغيرة كده بتفيها الهابت اللي انا عاوز اكتسبها باذن الله السنة دي يعني بعد كده ده تحدي الميت يوم ودي صفحة برضو ان شاء الله حاب استخدمها اه هنعمل بيها تحدي على انستجرام وكده بس كده بتخلص الاجندة وبندخل على طول في شهر يناير ده كده اهو شكل اليوم في الاجندة اه هبقى ان شاء الله فيديو اه لما انخطط لشهر يناير وهكلمكم باذن الله عن بعض اهدافي اه لعشرين وعشرين وعشرين اه هوريكم ازاي هقسم اليوم وكده وهستخدموا ازاي اخر حاجة ما كفتش ان انا اضفت لها صفحة من قدام اه حطيتها في النوتس اللي موجودة ورا اه خلتها لسبعتاشر حاجة قبل عامي يعني سبعتاشر حاجة عملهم قبل عامي السبعتاشر فكرة دي طلعت رند ومنتشر قوي فحبيت ان انا نفزها هكتب هنا سبعتاشر حاجة جديدة اعملها قبل ما ادخل في ان شاء الله سبعتاشر سنة يعني السنة دي وكده اه بس في ورق زيادة للنوتس كده اخر حاجة من ورق الجزء ده حطيت في الكرت ده كده اهو يعني تغيير وعملت جيب هنا لان طبعا هي مكانش فيها جيب او بوكت يعني اه حطيت في ايه حطيت الورقة دي بتاع الكونات برضو سنقول تنظيم خطوات تخطيط الشهر ازاي هخطت لاي شهر جديد انا عايز اخطط له اه دي تفاصيل الاهداف كلها على مدار الشهور يعني اقسم الاهداف على يعني انا هخليها لتقسمة الاهداف على شهر يناير فبراير وهكذا ايه اللي انا هعمله في يناير اللي فبراير وفيه برضو اهو هنا بس انا كتبت في يناير وفبراير فكده يعني بس كده اه ده استخدامي الاجنب تسباس وحددت هنا اول يوم في السنة كده بابر كليب برضو حساها تبقى كده خفيفة في ايدي لو خدتها في الشنطة وفي نفس الوقت مساحت اليوم مش كبيرة اوي ومش صغيرة اوي فبالنسبة لي مناسبة يعني جدا في الموضوع ده انا عليك تلعيب اللي فيها اللي هو تحتويش على محتوى للتخطيط في ناس ممكن ما تحبش ان انا مثلا ان هما يلزقوا فوق الصفحات تحت الاجنده يحبوا ان الاجنده نفسها تبقى مطبوعة منها فيها فبراحتكم بقى لحسب ما انتو تحبوا بس انا عن نفسي عادي يعني مش فارق مع الحوار ده وفي كده نكون نستعدنا للسنة الجديدة عيزاكم تقولوا لي بقى هتخططوا ازاي للسنة الجديدة او هتستخدموا اي ان شاء الله اه اتمنى ان شاء الله تكون سنة مليئة انجازات ونعمل حاجات كتير مع بعض وبازن الله كل الحاجات دي انا هستخدمها معاكم في فيديوهات يوم في حياتي وهوريكم مثال لتخطيط عملي يعني او ازاي باستعملهم وكده بطريقة عملية اكتر اتمنى يكون الفيديو فاتكو عجبكم وتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ووي باي